أولاً أنا أقول بأنه ما ينبغي للإنسان أن يعتاد الدعاء الختمة عند كل ختمة يعني ما يعني يواضب على هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل هذا و ثبت هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لكن ليس على سبيل الدوام و ما في هناك دعاء خاص اسمه دعاء ختم القرآن ما في شيء اسمه دعاء ختم القرآن هذا اللي موجود في المصاحف هذا اجتهاد من بعض القراء و ما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ختمتم القرآن فادعوا الدعاء التالي ما فيه و بعض الصحابة لما اجتهد دعاء ولكن من دون تخصيص دعاء معين فأنتي و اللهي و إحدى الأخوات ما في بس لو دعوتهم مرة و تركتهم مرات بارك الله فيكم